حبدأ مع حضرتك بالتأكيد أو الدائم للسيد الرئيس في كل لقاء مع قادة العالم لا لتهجير الفلسطينيين لا لتصفية القضية وبالطبع لا للعدوان أولا إدراكا مننا بالمسؤولية الملقاة على عتقنا كمصر وكدولة رائد ودولة أم ودولة حاضن ودولة رئيس ودولة زعيم في المنطقة ولها دور ولها حيثية ولها كيان وانزوبات التاريخ وحتى الآن وإدراكا أيضا بالمسؤولية الملقاة على عتقنا بنكون دائمنا قوم مباشر بالنسبة لنا القضية الفلسطينية ولم نتركها على بدر التاريخ وإنها منصرات متعددة في هذا المجال وأكثر دولة قد من تضحيات من بشر أو بالأموال أو بالموقف أيضا في سبيل إنقاذ القضية الفلسطينية تتظهر هذه اللاقات لأن الأولانية المقصود بها لا للأدوان أساسا على الإخوة في القطاع أو في فلسطين بصفة عامة لأن ده في حد ذات يعتبر انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية أيضا والقانون الإنساني من جهة من جهة تانية يعني بيدي صورة بزيئة للمجتمع الدولي وبيدي صورة غير سوية في أطار الكلب من الكالين وازواجات المعايير في حسابات كتير جدا وفي أطروحات كتير جدا هنا مناطق الغي لدولة تعتاد على دولة ده في حد ذاته يعتبر يعني شيء مش محبب ومش مقبول ومجرم دوليا ومضطرد أن تعاقب مثل هذه الدولة التي تتجاوز في حق الدولة التانية ولكن للأسف الشديد يعني يمكن لنا صورة بمثلة منذ السنة أو يوم بالزبط 24-2 الهجوم اللي جاء على روسيا نتيجة دخولها الأوكرانيا طب ورنا المنظر نفس الكلام عندي القضية عند إسرائيل وعندي قطاع غزة طب بالعكس يعني قطاع غزة أساسا المفترض أنه دولة محتلة من قبل إسرائيل وبيعام الأعمال من شأنها عودته لحياته الطبيعية مرة تانية وتسترداده في إطار يعني العراف الدولية له حق المشروف المقاومة وهذا الحق مكفول ليه فهو أتى بما أتى من شأن استعادة أرضه وستعادة كيانه وده صورة مقبولة وصورة معترفة فيها دوليا يعني لكن المشكلة الآلة الإعلامية السيئة اللي كانت تتناول هذا العمل بغباء وبالتالي أظهرته أنه هو في سياق العمل الإرهابي ضد الإسرائيلين العزل وبالتالي اتخذته كزريعة لكي تأتي على الأدوان أو تنفذ أدوانها للغاشم ده في الجزء فيما يتعلق بلال الأدوان الجزء الثاني لال التهجير التهجير يمشي على حساب الدولة المصرية ده معناه تصفية للقضاء الفلسطينية في حد ذاته لأن التصفية دي في هذه الحالة اللي احنا عملنا عليها كثيرا وقدمنا تطحات كثيرة فيمكن عرضك شفت الشعب المصري إزاي انتفض وظهر في الشوارع وفي المهيدين العامة على بساطة الجمهورية كلها الأسبوع الماضي زي الجمعة زي النهاردة وده دلالة على إيه؟ أنهما في خلف قادتهم السياسية الوعية اللي أدركت حجم المسئولية الملقاة على العتقة وبالتالي اتخذت الإجراءات التي تكفل صيانة وتلبية متطلبات الأمن القوم من جهة ومن جهة تاني حفظ الحق المشروع للشعب الفلسطيني أو خصا أهلنا في القطاع فبالتالي ده دور واجب ودور رئيسي والتصفية القضية لن تتم أبدا على حساب مصر كانت سيد رئيس تناول هذا الموضوع في عدة مراحل أثناء الأحداث من 7 أكتوبر وحتى الآن سواء في لقاءاته سواء في الاحتفال بالتخرج الكوات العسكرية سواء باستعراض القوة باستعراض تفتش الحرب في فرق الرابعة في إطار الاحتفالات القوات المسلحة بعيد الخمسين لنصر أكتوبر يعني في كل المحافل الأساسية بيظهر هذا الجراء وهذا الرد الفعل الرئيسي للجزء الثاني كان آخر حاجة تالت حاجة تصفية القضية وإحنا تناولناها في الشقة الثانية لأن ده أساسا فكرة تهجير العناصر وزحيتها سواء للشمال أو للجنوب وأنا بفكر وأعتقد أنهم بيحاولوا زيحها للجنوب وبالتالي يسمحوا بدخول المساعدات إلى الجنوب فبالتالي العناصر الموجودة في الشمال تبحث عن الأكل والشرب والعلاج والدواء فاتجه في داخل القطاع إلى الجنوب وبالتالي يفضل القطاع وفي هذه الحالة الخطاع من جهة الشمال في هذه الحالة يبقى أخذ هدف تكتيكي اللي هو الوصول إلى تصفية الجزء ويعمل اجتياح بري في خطاع الشمال أنا بفكر بعثياتك بالنظرة اللي هو بيفكر بيها تقريبا من وجهة نظرك محلل إنه هو ممكن يعمل هذا الإجراء لزمة إخلاء المنطقة من الشمال أو الخطاع من الشمال ويزيحه للجنوب في سبيل المساعدات متوفرة هناك وبالتالي يقدر يخش ويحق غرضه الخبيث والدنيئ قدام الرأي العام لأن ما حدث في 7 أكتوبر يعتبر صفحة قوية جدا على ود أجهزة المعلومات والاستخبارات الإسرائيلية